بسم الله الرحمن الرحيم على الساعة التاسعة صباحاً بدار المربي بعد اطلاعها على تقرير اللجنة الحرية الفردية والمساواة وتأكيداً لما صدر عن الهيئة الوطنية من بيانات سابقة في هذا المجال تنبه على أن هذا التقرير يتضمن ما يلي أولاً الدعوة إلى تقليص حضور الدين الإسلامي في تونس إذ اعتبرت اللجنة أن الاعتراف بوجود ديانة مهيمنة باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي يعتبر إفراغاً لحرية المعتقد من جوهرها ثانياً تعارضاً مع صريح القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع الأمة عبر العسور وذلك بما دعا إليه من تغيير أحكام الشريعة الإسلامية وذلك فيما يتعلق به نظام الأسرة إلغاء المهر في الزواج إلغاء العدة إلغاء القوام وواجب الإنفاق على الزوج إلغاء الضوابة الشرعية في الزواج إلغاء انتساب الأبناء للأباء إلغاء نظام الحضانة إلغاء نظام الولاية إلغاء نظام المواريث اعتبار إلزام الزوج زوجته بالمضاجع اغتصاباً يعاقب عليه القانون إلى غير ذلك الجرائم الأخلاقية إلغاء تجريم اللواط والمساحقة والزنا والبغاء وإلغاء العقوبات الزجرية فيما يخص شرب الخمر وطعات المخدرات إلغاء عقوبة السجن فيما يخص الاعتداء على الأخلاق الحميدة إلغاء المناشير المتعلقة بغلق المقاهي والخمرات في شهر رمضان إلى غير ذلك ثالثاً فتح باب انتهاك المقدسات والقيم الأخلاقية في الأعمال الفنية بإلغاء تجريم الأفعال الجنسية مجاهرة وإلغاء القيود الدينية والأخلاقية عن الأعمال السينمائية والمسرحية وفي مقابل ذلك تجريم كل نقد للفن والبحوث العلمية المنفلتة من القيود الدينية والأخلاقية وترتيب عقوبة سجنية ومالية والطرد من العمل في الوظيفة العمومية ومن الحق في الاقتراع رابعاً الدعوة لاستعاضة الأحكام الشرعية المستندة لمصدر الإسلام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بقوانين ذات مرجعية غربية منبتة عن مرجعية الشعب التونسي وذلك بما دعا إليه التقرير يدعو بصراحة من التخلي عن كل ما يربط القوانين بالمرجعية الإسلامية من ذلك حذف عبارات بين المسلمين عند المسلمين شرعاً بين المسلمين للأصول الشرعية ممنوعاً شرعاً للتونسيين المسلمين الواردة في 13 فصلاً من فصول المجلة الجزائية ومجلة الالتزامات والعقود وعبارة الموانع الشرعية من مجلة الأحوال الشخصية إن هذا التقرير يناقض الفطرة الإنسانية السوية ويشرع ولا شك لنشر الإباحية تحت مسمى الحرية ولهدم الأسرة وقطع الروابط الاجتماعية المبنية على القيم الإسلامية وهو ينذر بانقلاب على النمط المجتمعي للشعب التونسي الذي تأصل في هوية دينية إسلامية منذ 14 قرنًا ويؤسس للفتنة والصراع الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد بإكراههم على نمط اجتماعي غريب عنهم وبناءً عليه فإن الجلسة العامة للجمعية التونسية للعلوم الشرعية تحذر من العواقب الوخيمة لهذا التقرير لأنه يمثل اعتداءً على أسول عقائدية وانتهاكًا لأسول تشريعية وأخلاقية كان سببًا عبر التاريخ في تدمير الحضارات وتدعو الشعب التونسي إلى التمسك بتعاليم دينه الذي كرمه الله تعالى به وحرره به من خرافات الوثنية واضطهاد المحتلين وأغلال الشرائع الفاسدة فعاش قروناً طويلةً في ذل عقيدة صافية وشريعة عادلة وحياة زكية قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق الله العظيم عن الجمعية التونسية للعلوم الشرعية